شيخ طلعت رند بيقول على نفسه انه علامة من علماء مصر وزينة المساندين يا ترى ايه حكايته ايه قصة البنت اللي طلعت قالت انه تحرش بيها كل ده واكتر هتعرفه مع بعض بازن الله في الحلقة دي فحضراتكم في البداية كده نذكر الله ونصلى على النبي وما ترسوش حضراتكم تدعمونا في نهاية الحلقة باللايك والشيل لو عجبتكم اهلا بكم عزائل المشاهدين الشيخ صلاح الدين التيجاني واحد من شيوخ الطرق الصوفية اللي بيتبع الطريقة التيجانية اللي هي اشهر الطرق الصوفية في مصر وعندها مردين من كل الطبقات والثقافات في ناس كتير مش عارفة يعني ايه الطريقة دي وهي بيكون لها تعليم خاصة واسلوب مختلف في الصوفية الحقيقة ان الشيخ صلاح الدين كتب مؤلفات كتير جدا في الصوفية والعلوم الدينية هو تولد يوم الخميس 12 يونيو سنة 1958 في حي السيدة زينب في القاهرة وعنده حوالي 60 كتاب حسب موقعه الرسمي ورغم كل ده يا سادة يا متابعين يا محترمين هو تفصل من الطريقة التيجانية في سنة 2000 لما سمى طريقته باسم الصالحية التيجانية الجديدة في منطقة انبابة وعمل ضريح ومقام هناك اتعرف باسم الزاوية التيجانية وحاول يعتمدها من الاعلى للطرق الصوفية لكنهم رفضوا بسبب انها مخالفة للاعراف الصوفية وفصلوه وبرغم كل ده بيتابع صلاح الدين التيجاني كتير جدا من المشاهير والفنانين زي الفنانة او الراقصة فيفي عبدو وسمية الخشاب بعد ما نجح في نشر افكاره بينهم وقدر ان هو يخترق الحتة دي والشيخ ده سمى نفسه القاب كتير جدا منها على حسب الالقاب اللي تقالت محدث العصر علامة مصر عالم الاشراف وشريف العلماء الامام المجدد صلاح الدين التيجاني الحسني نادرة عصره في مصر بهجة المحدثين وزينة المسندين العالم العامل العارف حامل لواء اهل الرواية والاثر وقال عن نفسه في موقعه الرسمي انه ما روي حديثا ولا اثرا الا خيرا الا ولهو عنده سند حسب نسيب ينتهي نسبة الشريف الى مولانا الحسين بن علي كما قيل عنه على موقعه تقطأ له علماء العصر الرؤوس لعلو سنده ومضاء هممه وهو خاتم الحافاظ وفارس المعاني والالفاظ والشيخي تيجاني يا جماعة معتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا في نشر دعوته عنده قناة رسمية على اليوتيوب فيها ما يقرب من سبعة وتلاتين الف مشتري وفيها كتير جدا من نقاط الفيديو اللي هو بيتكلم فيها عن طريقته وبعض الدروس الدينية من معتقده كمان متابعه على حساب الرسمي على فيسبوك اكتر من واحد وتلاتين الف غير الناس اللي بتتابعه على تطبيق اكس وما كانش ابدا حد يعرف الشيخ ده ولكن فجأة طلعت ريندا على السوشيال ميديا كلها لما طلعت بنت اسمها خديجة هي مهندسة معمارية وعايشة في روسيا دلوقتي قالت انه تحرش بيها وبعت لها صورة مش كويسة يعني عن طريق الدردشة الخاصة على فيسبوك والبنت قالت انها لسه بتعاني من الصدمة اللي تعرضت ليها او اللي حصلت ليها لان الموضوع مكانش معقول خصوصا ان الشيخ كان قريب جدا من عيلتها وعنده شعبية كبيرة بين محبيه ومرديه بسبب طريقة الصوفية ودعت الله انه يغفل لها على اللي حصل منه بسبب صنغر سنها ووجهت رسالة بالانجليزي والعربي لمتابعيه حول العالم وقالت البنت دي لكل اللي بتابعه صلاح الدين التيجاني من الاصدقاء والعيلة كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم هو قوله حزبي الله ونعم الوكيل ربنا يغفل ليه على الغفلة اللي كنت فيها وانا صغيرة لحد ما كبرت من فضلكم لبالكم منه لانه دمر حياتي لسه بتعافى من الصدمات اللي سببها ليه بشكل مباشر وغير مباشر واضع الله ربنا سبحانه وتعالى يعني اجعلها من المقربين ليه صدقني على الاقل بعد ما قلت لهم كتير عن خطورة الموقف مع الراجل ده بس هما لسه مستمرين في متابعته بشكل قعب للأسف اختاره اقرب الناس ليه بناء على تجربتي المؤسفة معاه يعني عايزة تقول انه هو بيختار الناس القريبة منهم او منه عشان يعمل معاهم نفس الموضوع ولكن التيجاني لما شاف الاتهامات دي ما شككش ورد في تصرحات صحفية قال ان في حملة مدفوعة ضده هدفها النيل من سمعته ومكانته بين محبيه ومرديه واكد انه هياخد اجراءات قانونية ضد اي حد نشر اتهمات ضده من غير دليل واحد لحد دلوقتي وفعلا تحرر المحضر رقم تسعة احوال بتاريخ 16 سمتمبر 2024 واتهم فيه اللي روجه لمنشور اتهمه بالتحرش بالسب والقصف والتشهير ولكن فجأتنا واحدة اسمها شيرين حليم امام ودي تبقى والدة خديجة المهم كتبت منشور على صفحتها ركزوا يا جماعة في الكلام القول ده عشان ده كلام خطير جدا كتبت المنشور على صفحتها الشخصية في فيسبوك وبرقت فيه الشيخ صلاح الدين التجاني منتهم التحرش ودفعت عنه واتكلمت عن تفاصيل بنتها بقالتش عنها حاجة وقالت صعب علي الموضوع ده او الوضع اللي فوق تحمل البشر خديجة بنتي والدكتور الشيخ صلاح ورجل فاضل وشفتش منه انا واسرتي القريبة والممتدة اللي كل خير على مدى واحد وعشرين سنة اعتبر اللي تنشر ده كأنه محاكمة علنية واتهام علني من غير دفاع او شهود هعتبر منشور ده شهدتي على اللي حصل من غير تحيز علشان يشوف كل واحد ارى منشور خديجة الوضع في صورته الكاملة خديجة اخدت الحق لنفسها في سرد بعض الوقائع كخطوة اساسية في العلاج زي ما قالت وانا كمان لما اني شهد على اللي حصل حصرد اللي شفته كشاهدة مش لصالح حد ولا ضد حد مش مهتمة بالنتيجة ولا لازهار برأي شخص او اتهام احد بالكذب كل واحد ده الحق ان يفسر ويشعر ويعبر عن الجواه اقسم بالله العظيم انا اللي حقوله هو الحق لو استدعيت في المحكمة وهو صحيح هقول الكلام ده خلنا الطريقة وشوفنا التجانية سنة الفين واربعة وكان جوزي السابق الدكتور خالد ياسيم هو اللي عرفنا على الشيخ صلاح كان معايا ابويا وامي واختي وكتير جدا من الاقارب والاصحاب وكانت خديجة في سن التسع سنين وكانت بتحب الشيخ جدا واتعرضت للتنمر في مدارسها الاولى والتانية والتالتة لحد من اناها بالمدرسة الاخيرة اللي ارتاحت فيها الفترة دي ظهرت فيها شوية مشاكل والطرابات فاخدتها لطبيبة صديقة قالت انها عندها اكتئاب لانها اختارت الحجاب وهي صغيرة ووستها بمضاد اكتئاب واستمرت عليه كام شهر وكانت دايما تحكي للشيخ عنه وهو كان بيهون عليها لما بلغت خديجة عشر او حداشر سنة بدأت تقول لنا جميعا فعلتنا انها بتشوف حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليقضة وانها بتكلمه وبيرسل معاها رسائل لنا شخصيا شخصا 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 وكانت بتشوف ارواح الموتة زي خالد دكتور خالد وانت اسأل الشيخ كان يقول لي ما يضغطوش عليها كفاية ضغط النفسي اللي بيعمله دكتور خالد عليها الغريب بقى ان ده بس الكلام اللي تقال وما فيش اي تفاصيل ولا كلمة تانية عشان تقدر تحكم قولنا دلوقتي انتم مصدقين مين في القضية دي مين الصح ومين الغلط واتمنى من حضراتكم عمل اشتراك للقناة لو عجبتكم الحلقة واسف جدا للاطالة كان معاكم انا احمد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته